فضل الشيخ هذه الهواتف الذكية أيضا تحمل تقنيات أخرى وتحمل برامج هذه البرامج بعضها يسمح بالاتصال عن طريق الإنترنت مباشرة أو عن طريق الواي فاي هذه الاتصالات طبعا مخفضة التكلفة وبعضها أيضا قد يكون مجانيا لمدة محددة هل في ذلك ما يمنع شرعا بسبب عدم اتباع الطرق المقننة في إقراء الاتصالات؟ هذا سؤال أيضا يعني يسأل عنه كثير من الناس وانا اطلعت على صفحة البرنامج ورأيت عشرات الرسائل تسألن هذا الموضوع تحديدا هذا النوع من التطبيقات أو البرامج ينقسم إلى نوعين نوع مما هو مسموح به متاح ولا نريد أن نسمي هذه البرامج لأنها موجودة ومتاحة ومسموح بها وهي تعتمد على وجود خدمة الانترنت نعم فلا تعتمد على إشارات يعني الهاتف الخلوية وإنما تعتمد على خدمة الانترنت الموجودة نعم وهذه لا حرج فيها بلا إشكال لا حرج في استخدامها من حيث المبدأ من حيث الأصل لا مانع أبدا لا مانع شرعا ولا قانونا من استخدام هذه البرامج التي تتيح الاتصال بأي بقعة في العالم مجانا وهذا لا يتعارض مع التعاقد مع شركات المزودة بالخدمة لأنها هي نفسها الشركة المزودة للانترنت سواء كان هذا الانترنت كان بخدمة غير سلكي أو كان سلكيا أو ما يعرف بالواي فاي الذي هو غير سلكي فهذه لا حرج في استخدامها وكما قلت لا تتعارض مع اتفاق المستهلك مع الشركة المزودة بالخدمة لأنها لا زالت هي الشركة التي تزود بخدمة الانترنت وهي تعلم أن هذه الحزن متاحة في هذه البرامج وفي هذه التطبيقات ولكن الناس يسألون أكثر عن البرامج الأخرى التي قد تحضرها بعض البلدان وتسمح بها بلدان أخرى وهي أيضا كثيرة وشهيرة نقول في مثل هذه البرامج أنه إن كان يمكن الاستغناء عنها ببرامج أخرى يمكن اللجوء إلى برامج أخرى توفر نفس الخدمات في ذلك غنى للمستخدم لإذن الله تعالى لكن إن كانت لا توجد لها بدائل من حيث الجودة أو من حيث لأي سبب كان سبب فني تقني أو لسبب مالي أو غير ذلك وكانت هذه البرامج هي مما من المتاح عالميا مما هو مسموح به في الأنظمة العالمية ولا ضرر من استخدامها فهنا لا حرج في استخدام هذه البرامج حتى وإن كانت بعض شركات الاتصال لا تسمح بها أو تحاول أن تحجب هذه الخدمة فإن كانت من هذا النوع أما إن كانت لأن هناك من أنواع هذه البرامج والتطبيقات ما يحمل كلفة المكالمة على جهة أخرى ثالثة قد تكون شركة الاتصال مزود الخدمة وقد يكون طرفا آخر هذه البرامج أيضا موجودة هذه لا يصح استخدامها وكذا الحال بالنسبة للنوع الثاني الذي ذكرته من البرامج والتطبيقات التي هي ليست محل اتفاق عند مستخدمي هذه الأجهزة الذكية هذه الهواتف الذكية ويمتاح أيضا حتى في أجهزة الحواسيب أيضا كبرامج وتطبيقات ويمكن استخدامها في أي مكان من العالم إن كانت من هذا النوع قلت بأنه لا حرج في استخدامها أو في الوصول إليها لكن إن لم تكن من هذا النوع كأن تكون أجهزة برامج أو تطبيقات هي غير منتشرة وتنتمي إلى شركات مجهولة وفي استخدامها محاذير قد تكون مجهولة فهذه مما ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها لأن وراءها محاذير وكذا الحال أيضا هناك برامج وتطبيقات فيها الكثير من الشبوهات حول البلد الذي نشأت فيه ووجدت فيه أو البلد التي تملكته لعظيم عداوتها للمسلمين ولسعيها إلى إفساد ذات بينهم وليحرصها على التجسس على أحوالهم العامة والخاصة فعلى المستهلك أن يكون يقضا وأن يتجنب استخدام مثل هذه التطبيقات وفي غيرها كما قلت غنية وكفاية بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة